خلاص يا أحلام أنا عدت مع البنات وسمعت قصصهم إيه إن شاء الله يختي لو كان فيه نصيب نبقى نشغاله هو إيه ده اللي خلاص؟ فاخدع أوامرك يا أبنى طوح وصل البنات لحد باب الشقة وقفل الباب وراء حاضر، اتفضل يا بنات ما بقيتش فاهمك يا طوح ما البنات حلوين وإحنا ما عندناش بنات أصلا وبعدين ما انتي عارفة شغلانتنا دايماً بتحب التجديد أول هام اسمي المعلمة طوحة تاني هام بقى يسكى أخواتك البنتين المصادين اللي انتي جايباهم دول واحدة فيهم خارجة من قصة حب مع وادمة عفن زيها ودمغها كلها مشغولة فيه يعني إن قاعدت مع زبون ياختي هتقعد تصحي وتحكيله وتسد نفسه الله عليك يا معلمة طوحة يسلم بقك والبت التانية دربة كيميا وصرصير يعني يجبين لما عندهش إحساس ولا مشاعر وإحنا ياختي شغلانتنا دي كلها أحساس ومشاعر سيدي يا سيدي على إحساس طب والله تستهلي لقب معلمة لا معلمة إيه؟ دا انتي ست المعلمين ست ستات معلمين المنطقة كلها قولي يا بيت كمان قولي حبيبتي يا معلمة إيه اللي إشتدي؟ يا لهوي على الأمر بخاري وخمسي يا بيت بخاري وخمسي خمسة وخمسة خمسة وخمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على نعبي فعله هي أفضل الصلاة والسلام اسمعي يا بيت أنا مبسوطة بك أوي أنا هرقيك في الشقة اللي إحنا فيها دي بجد يا قبلة؟ هتخليني إيه؟ هخليكي مساعد طبخ وماكلش إلا من إيدك حبيبتي يا قبلة أي حاجة منك حلوة منوارة بتكلم جد جد ما تقولش الحد حد ده أنا قلبي سعيد فرحان وب إيه أشجان إيه مالك؟ حاسس أن أنت مبسوطة أوي كانك قاعدة في حفلة أضواء المدينة يا باشا بس براوة إتجوا عشان بس منو بقاش كده متعبنين يا إحنا بقالنا نص ساعة من السم مستني إيه اللي إسمع كاشا؟ هو عندك تمام مثلا؟ إيه ده بس يا باشا أنا مش عارف أنت عجول اليومين دول إحنا لازم نستنى الراجل ده وبعدين هو مالوش مكان تاني غير هنا لازم يجي يرازي في الناس وياخد منهم قتاوة ده معفن يا باشا معفن وبعدين حتى لو قاعدنا مستنين وخامس ساعات مش مهم لازم تشوفه بعينك ولا يا باشا هتتبسط لما نلبس 25 سنة في وشنا ونلاقي إيه دينا في الكلبوش لو أنا بابوس إيدك الكلبوش هحقض في الكلبوش هحقض في الكلبوش 25 سنة كتير قوي بس يا شجان الناس فراحة وجاء قاعدة تبص عليك كأنك قاعدة مع علاء عبدالخالق انت وشك سامحة باشا بس أنا هقولك بقى الدماغ دي منتظبطة صحة لو حد جاء سألنا إحنا عاديين هنا ليه إحنا نقوله إن إحنا مستنين المدان بتاعتك عند سنية الخياطة في العمار اللي أصابنا دي قومي هاه قوم قوم شايتينه معسلها يا فتلة أهو أهو يا باشا أهو شفت؟ علشان تصدقني البطلة تكذبني أبدا بعد كده يا ابن الكلب أنا لازم أحذر سالم إهدى يا باشا إهدى أنت عاجول ليه اليومين دول مش لازم يتأكد الأول إن ده الرجل اللي باعك استحالة يا شجان استحالة يا باعني ولا يفكر أصلا إيه يا باشا أنت محسسي إن هو أخوك في الرضاعة حد من بقيت عيلتك وفي إيه؟ أنيل أنيل بكتير ده أبوي يا أشجان أيوة زي أبوك ولا بوك أبوك؟ ما بقول لك يا بوك يا أشجان إحنا عروح في ستين ده يا النهاردة نهارس ودي المهندسين بوزد اطلع يا باشا أطلع ما تقول لي يا فخري حصل إيه؟ عملت اللي اتقولت لي عليه واتصالت بيه وأول ما عرف إن أنا من طرفك تغيرت نورة صوته حبيت أشرحه هددني وقال لي لو أي حد من طرفك أو من طرف أي حد تاني كلم في الموضوع ده حيخليه بدل ما يجيلك الزيارات الجاية حيحصلك مشرف جنب منك أنت متأكد إنه عصان باشا وقرت له إن أنا صنور بتاعتهم أه طبعا وصوت عصان باشا معروف وأنا حبيت إنه أنا هتجلم معاه ووضح له الأمور بس إليته هددني لدرجة إنه أنا حسيت إنه لو كنت قدامه كان ضربني بالنار وحمدت رباني إنه كنت بتصل بيه من تليفون عمومي في الشارع أنا مش مصدق اللي بسمعه ده إنه طول عمري بخدمهم بعناية أنا دايماً قلت لك يا سرور ونصاحتك وقلت لك الناس ذي اللي متغطي بيه عرياني ما سمعتش كلامي ولما وقعتي محدش واقف جنب منك ها أنا عايزك بس تفهمي عشان خطر ما تقريش نفسك ها قهر نفسي أكتر من اللي حصل لي وأكتر من اللي انت جاية تحكهولي معقولة أنا أنا سرور اللي على سن ورمح اللي كان يتهزلها بلاد أدري من الرمية دي بقول لك يا سرور أنا عايزك تنسي الناس دي وتنسي إن انت تبد منهم أي حاجة أو حد منهم يساعدك بأي حاجة ها أنا عايزك تخلي بالك من نفسك وتقلمي نفسك على الظروف اللي انت فيها وشوف ها نعمل إيه مع طاب المحامين اللي انت جايباه ده ربنا ميرضاش بالظلم يا فخري أبدا أنا عارف والله أحسس بك وأنا على فكرة هجيب تهم محامي زاد المحامين اللي انت جايباههم وشوف ها نعمل إيه عشان خطر نخرج من الموضوع ده يعني إيه؟ أنا حفظ المرمية الرمية دي؟ آه ممكن تفضلي مرمية الرمية دي وتوقعها الأسوأ كمان يا سرور ده أنا كنت تشهل كنت موت يا فخري ايه يا حمايدة أنا زبطت الناس بتوعي المزيك عشان حفلتهم مثلاً منه؟ ده سلام؟ متين مرة اللي فايت برده قتولي زبطتهم؟ وطلعت حفلة سبقلة؟ لا المرة دي غيرت الناس وغيرت لعب معدات كلها طيب انت عارف يا بقى المفروض مني يتغير؟ امم انتو يا بقى انتو كلكم كلاس بتغيروا انتو والميكانيينك الغابي اللي بيعمل الموسيكل بتاعي حملت الفرامل؟ كله تمام ركبتي تيل الأصلي ولا المخشوة؟ لا الأصلي طيب حفلح عاجب بقى تصبرت صوت المطور عشان مش ممزجني طيب بقولك ايه مفيش حاجة جاي علينا بقى؟ ها المرة اللي فاتت قلت انه مفيش حاجة علينا جيت لك سجارة روحت معاليلي الدي برياجك وتع تقلب بالموتسيكل وربنا كنت فاق احلف؟ وربنا كنت فاق طيب خد وصل بقى صوت المطور اه؟ بس على عيونك احلى عن محمدا ديركسيون في الدنيا ديركسيون ايه متخلف؟ اسمه موريسون موريسون ايه التعليم المجاني ده؟ يلا تكن على الله يا اختي ايه الاحراش دي ما تخطفني اسهل حبا بقى شيبة ضيقة استغل خير على عيونكو عيوننا وانا عيوننا حلوة كده طب هات الفلوس وخلصت ده فلوس انت تقعد معايا شوية تجيبلي كبيرة؟ لا يا عنايا ماليش فيها خد حاجتك وحسابني انا التاكسي بيعد علي برا لا 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 ايه�؟ انا واصلك بالموتسكل بتاعي بانا بدخافي؟ اهههههههه من جايل تخافي يادة عادا؟ ده انا掀 جان خلاص يبقى تاكسي دا ويمشا يابكا حاس بي تاكسي دا ويمشبه والنابية حلوة با لا باكت نص ساعة والواتكويتشي przyszلص الموتسكل ماصلحة خير? عايز فرشين يوم الخميسة عشان عندي حفلة اهههههههه النهار مضاحس تكونش بتاجر في الحشيش؟ النهاردة فرش ويوم الخميس فرشان يخرب بيتك لكون بتشرب الحشيش على إنه عصير ده ما بيتشربش على إنه عصير يا انت قلتلي اسمك ايه؟ جسدتي اولها اسمي حمادة حمادة موريسون وتانيها يا موريسون لا تانيها بقى انت تقعدي معايا النهاردة تعلميني بقى الحشيش بتشرب ازاي يا جنيلة وانا اللي فاكراك صايع ولافف مش عارف الحشيش بيتشرب ازاي مش مهم احنا هنشرب مع بعض ماليش فيه يا عناي وماليك في ايه عسل انت؟ ما تلمي نفسك يا لولو انا ليا في الضغري بس وبعدين نشوف موضوع الفرش بتاعك ده مع دياب باشا لما نقابله لا 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 لسه استنى دياب وبعدين ايه موضوع لولو ده؟ لمي نفسك بدل ملعف وشك البخت واخلي ماناخيرك ديت هلها تفتحات وبعد انت الدينجرس ومفخخة وخطر اه خطر قوي بس العامل نفسه حلو بس هو في حلو غيرك انا في القعدة وعلي النعمة شكلك مش هتجيبها البر يا اسمك ايه؟ الله ما قلنا حمانة هي البانة حمانة مارة صالح هموت انا واسع تواعيدي السعنة ما تحسابني؟ من الاخر كده في خلال اسبوع لو ما جبتليش معلومات مهمة انا اغيرك واجيب واحدة غيرك هي اتعرف تجيبلي معلومات ليه بس كده يا باشا قطعي الارزاق ده ده انا اشغالها عشان الماما ده ما فيش حاجة بتحصل في البيت ده دبت النملة لما بتحصل بجر مياه في عبك يا باشا تعملي اللي تعمليه مش شغلي بعدين لو جتلي تاني ايد ورا و ايد و قدام انا هعمل لو تلك عليه وفوق كده هفتح منفك تاني ومش هرحمك تاني يا اشجان وانت عارفة عن ايه مش هرحمك ولما تدوقي نومة البرش بقى يا سلام هتبقي نادمانة ندم عمرك ان انت مركزتيش ليه كده بس يا باشا هو انا كل ما قابل سيادتك يعني تفضل تهددني وبعدين برش ايه انا مقدرش على برش يا باشا برده انا بنت الناس و كده يعني اقولك انا على حاجة فاكرة البيت نورهان بتاعكو بتاعة ميت عقوبة هارفة؟ نورهان بنت سنائل عرجة؟ لا ايوه اسمول عليك ما انت عزل اهو ايه بيساليها بقى عن طريقة الشطة المحروقة الشطة المحروقة ليه الوجع ده يا باشا انا لما اخذى معدتي بتقب يعني اللي تقمر بيا باشا هعملو اللي تقمر بيا انزل الأش conversion يلا حاضري باشا حاضري باشا بقولك إيه ابت يفلي اقولي قبلي شايف البنتين اللي عايزيني هناك دول المصطراحة أمرار عجبينك؟ عاجبينك؟ شكلهم يا بيت ييجي منهم وعرفتي ازاي؟ انا ليه يا نظرة في البنت ابوست كده في وشاعة اعرف كل حاجة حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم في واحدة عينيها كلها حزن وكآبة وفي واحدة عينيها كلها دلع وشقاوي عارفة يا بيت الرجالة ما يحبوش الستة الكائبة النكادية ولا الزنان يحبو البيت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة اصل الرجالة دول عميزة لعائلة الزغيرة استاذة يا قبرة فين يا اخويا الكاتشاب كل مرة اقول لكم فين الكاتشاب استاذة يا معلمة والله اسمعي يا فل روح يلاغي البنتين دولة وصحبيهم وتكلمي معاهم واقول لهم اللي انا ما عايزة تتكلم معاهم